يقول الله تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وقال سبحانه وتعالى بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُوا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٍ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وقال سبحانه قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشِرِكُونَ أخير الزهل عقيدة تبقى في الله سبحانه وتعالى والعقيدة تبقى في غير الله أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشِرِكُونَ الجواب الله خير وليفهم هذا الجواب بيّن الله تعالى أموراً بها وبغيرها يستحق أن يُعبد وحده لا شريك له فقال أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَمَاوَاتِ خَلَقَ مُنُوا الله الأرض خَلَقَ مُنُوا الله سبحانه وتعالى وده خطاب لكفار قريش ولغيرهم وده لك ما كانوا بجادل فإن السماء خلَقَ الله والأرض خلَقَ الله سبحانه وتعالى لكن لمن تجي الليلة في الزمن ده تجد ناساً نسأل الله العافية والله زول يقول أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها ده زول فينا بالدعي الصلاح أو بالدعي والصلاح واحد الثاني قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا والطور دكة وموسى خرم صعقاً لما رأى النور إجلالاً لهيبتنا أيوب لما دعانا عند بلوتي أيوب دعا الدلاقين ده ولا دعا الله سبحانه وتعالى أيوب دعا منه دعاك إتا درويش وإتا زول ما فاك منك أي زول درويش ده ما عنده عقول والله دار تعرف كلامي ده قل لي يا درويش الله كم قل لك واحد لما انتعتر بتنادي كم والله بنادي القوم والله كم واحد وطيب ما انتعتر بتنادي كم بنادي القوم حس إذا فهم حاجة ده باقي لك فاهم شي درويش ما بفهم بسفة تراب هو السكر إن سفيته كثير بيعمل لك مرض سكر تاني بجيك سكري ترجف فراك والله تجي تسأل أهاو كان صليت وصل لها نزلت حاجة ده لو شربت سكر كتير كترت منه تسف التراب قل لك التراب ده فيه ده ظل فيه بتاع شنو قال لك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أن مطر اللي بنزل منه أمن شنكت شارون من قبره قل لها شارون بنزل المطر منه قل لك الله أمن ش إسرائيل قل لهم بنزل المطر منه قل لك الله وإنت كفار قل لك آي والله كفار كفار عديل والله كفار عديل ما لكون والله بننبز الله اليهود بنقول إن الله فقير ونحن أغنياء وده كلام لكن مطر ده حق الله تعالى استشوف الدراويش ده ندى ماذا نجيب اسم زول ولا كذا الآن الفترة ده الموضوع ده ما طويل لكن في نهاية المطاف زول يا أخي دكتور عشان تعرف البلد دي والله ما شعلوين ذاته ونحن هم لاوزين من زول والله لكن في النهاية ده دين ندين لله تعالى به والله قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن زول في بلدنا ديها ناس زول يقول نحن في السودان الشيوخ بد المطر والمطر بحسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أمش أفتح بلاغ في الشرطة تفتح بلاغ في الشرطة في منوه ديها البلاغ ترفع يدك ليا الله يا الله كلنا ديهم بواسير قولوا أمين والله أطاعون وجع رقبة بعدين تعرف الحاصل وجع حلق بنجي نحن نردمك أصبر موضوع ده طويل والله قال في البلد دي قال الشيوخ بد المطر والمطر بحسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أفتح بلاغ في الشرطة قال يكون في وطين سرابتين فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل المطر منها هنا السبب قال ديل دفعوا البياض يعني الله بدك المطر بالبياض طيب الكفار بدفعوا بياض كفار ديل في أوروبا قاعدين يدفعوا بياض ديل مطر بيت الجزاته الله بديهم مطر بدتل جزاته والله الذي لا يلا غيره تايخ تقول لي يا أخي شيخ بدي مطر قال الله تعالى في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أعنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون يا ناس قال لكم المطر نزلت أنا ولا نزلت أنتم مشكلة واضح قال الله تعالى أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق شجر مش تشلك تراب تقول لي يا أبويا الشيخ الداني تراب وتراب دفي وبركة وأنا كان كشحت في الزرع الزرع بيقوم يا زول الشيخ بتاعشنوه الله قال في القرآن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وش يقدل احنا نبشرك الحلقة دي ما بتكلم فايل إلا زول راجل والله دا كوراك ساي وهابية وما وهابية كاتمين نفسك كنت ما جيت تخشيت عرفت الحاصل زي الزولة البلعب جنب المكنة قررر ما ادى اصبعوا لقاو ماف بيقى يكورك ووك وهابية والله ادوك هنا ستة صفر في المحل دي ولا وين ادوك ستة صفر وانتهيت والمحل دي ما يتكلم فيها إلا ناس رجال ناس ما بخافوا إلا من الله ومن هنا يتحدى الشيوخ من الحاج يوسف ليه جبال بني شنقول اللي جي يعوجوا خميش خشمنا تقدر فكي ما عنده اي شيء والله نعلاتنا دي احسن منه ما تزعل تراهوا النعلات دي لنوجباه في التراب شيخ اقدب شربنا التراب احسنياته والله الذي لا يلغه ما عندك اي شيء وايزه ليرجف من الكلام ده يراجع دينه وراجع ايمانه قال ابو ده ده الهروي ابو اسماعيل رحمه الله تعالى شيخ الاسلام قال عريضت على السيف خمس مرات يودوني دانقروا رقبتي دارك رقبتي في النهاية بالسيف قال عريضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك وانما يقال لي اسكت عن من خالفك فاقول لا اسكت نازل اسلام نسكت نكشفهم كذي عشان الله يرضى والله دي القدر ما يتكشفوا البانزين اموره بتوضح والله تكشف الصوفية تردمن والجماعة العباد البشر امورك كلها بتوضح الله قال في القرآن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والارض ولو عندك في الدنيا دي شيء عايش عشان وغير التوحيد وغير الدعوة راجع نفسك والله راجع نفسك الدنيا دي علي زوالي اعمل لله تعالى وحد الله جل وعلا قال لك فانبتنا به حدائق ذات باجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االه مع الله بل هم قوم يعدلون ناس سووا غير الله بالله الله بيعلم الغيب والفكيء بيعلم الغيب فكيء كذب يعلم غيب شنو ما عندو اي شي اخ تمش تقول لها الفكيه والله انا الليلة قروشيدي شوية جيتك دار عرف الرائحة وقروشيدي شوية يقول لك عندك كم ويتا وكيء ما عارف كم بتعرف الرائحة وين اتا فكي بليد ما بتفهم والله الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قال الله تعالى في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب شكيء قال لك بل هم قوم يعدلون الله يعلم الغيب والشيخ يعلم الغيب الله يدي الجنة والفكيه يدي الجنة في فكيه يدي الجنة قالوها في كتب اوعد تقول كدبنا عليهم قالوها في كتب كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد اوك الاخير قالك من غير مس وتفل كم ادى طفل يعني لا مس لا تفل شكيء ما يقول لك الزول ده قالوها لا قرآن وتفل فيها لا لا ده ما قرآن من غير مس وتفل كم ادى طفل بالدكف عشان كذي نحن دهل بندروش ونزال الله يتقبل تاني سو غير الله بالله في الدعاء زول يا اخي عتر بلد نادي الله الخلق الكون تلقى ينادي في الفكيه يا فلان الحقنا وافزعنا طيب انا ناديته ودك ناداه من بحري وده ناداه من درمان ودك ناداه من بده وده ناداه من الجزيرة كلهم في قربة ايه الحق منه بيخلي منه الفكيه ده يمش عليه وين الحق ديل وطيب ديلهم شو وين لكن تنادي الله الخلق الكون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اه اله مع الله قليلا ما تذكرون وانا الكلام يطل لكن دار اختملك اسألكم بالله يا ناس كل كل حصل يوم واحد فينا جينا المحل او من اخواننا حصل يوم جغال ابقوا هابية ولا سجلوا يسمكم معانا ولا البحب النبي ادفع في الكيزة ولا البحب الرسول صلى الله عليه وسلم نحن منقبل الهدية جيبه حصل يوم حصل قلنا ابقوا انصار سنة حصل قلنا ابقوا صوفية ابقوا وهابية ابقوا اخوان مسلمين والله الذي استوى على العرش يعلم الله ويشهد اننا نريد نجاة الخلق والله ما دارين شي دارين الرمتالة ارجعوا لها الله والسكارة ارجعوا لها الله والحيارة ارجعوا لها الله والزولة يعبد الله بالنظيفة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بظلم ياخد تلاوز امتلقى عسكري بترجف عسكري امشا خانقوا وقتع الزرارة بتاعته قلنا عسكري الليل انا جيتك قدبوني وقتع الزرارة يتمشي اتنون مطمئين ولا بتلاوز يمكن شافوني عسكري برجفك قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله اللا يعذب من لا يشرك به شيئا ما شئت لقيت الله بالتوحيد توحيد ده لما نخدته في الكفة بيجاه تاني ما في شيء اتقل منه بيغادي ما في شكرا يجيناك توحد الله وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وشوك دربك لا تكفيرين لا دواعش لا سرورية لا وهابية لا تبعين لديل ده اقلك يا عصيدة حامضة سوي لك حاجة ذات تتنس ولا مصيبة والله وشيخ مارك في تايلندا ولا كندا مارك هناك هسي خش اليوتيوب اكتب شيخ طابت يجيبو لك يستقبلوه وانا الشيخ حمد الله على السلامة من الرحلة العلاجية ما شغل الكفار يتعالج عندهم هناك وانت تمشي تقول لنا عندي وجع بطن اديك عصيدة حامضة وقول لك هاك دي فيها بركة انت مجرم وكد فيها بركة سافرت ليه ما كان تأكله انت انت ليه يضغش في الناس والله واحد قال ليه فيهم درمان في المهندسين جاءني اربعة صباحا والذي رضع السماء اتصل بي صحيد سلام عليك والسلام انا جاء قال لي جنبك ابتح الباب معاي مرتين والله اربعة صباحا قبل الصباح قلت لا اصبر الدين نصا عن استحمل لك شو بالحاصل بعدين مشيت اجهزت مشيت ليه فعلا جبتوا البيت قال ليه الله انا ادعبت شديد ولدي دتعب في النهاية وديته جهة النيل الابيض قال وديته هناك يا شيخ قال الشيخ قال ما بيفتح الا الساعة تمانية تقول شغال في السود قلت له يا زول لو سألت الله بيقول لك الا الدينة تمانية قاعد انتظره قاعد انتظره الشيخ يا عياء اجيبوا المستشفى ودا منتظروا في المسيض منتظروا يا زول ما تركب ركشة تلحق المستشفى مالك يا شيخ والله حاسي شوية. طيب ده ما تقول لها مش الدكتور. تشربوا في البزغات بتاعتك. يتفتف فيها. يا زول ده بسوي لكم اراضي يا اخي. ابقى موحد. خلي حقيتك فالله تمام. جدع الحجبات. لا تنادي فكيه. لا تنادي الشيخ. راحت شيء امشي افتح بلاغ. واسأل الله ويدعود. الله بديك في النهاية. والله دار جنة. اقول تمام. واسأل الله. بديك ما ادعك ده ابتلاف انها تصبر. كلامي اطول نحن نقدم الناس اللي بعدنا.